عايزة أشكرك بقى دكتورو عايزة أبتدي من هنا إحنا متفقين كقاعدة أساسية كده إن كل الناس محتاجة تزاود دخلها نعم حقيقة؟ والحقيقة مش قادرة ألوم على اللي بيقول أنا عايزة أتعلم لكن أنا بغضب جدا من اللي يقولك أنا عايزة أشتغل لكن تقوله بتعرف تعمل إيه فيقولك أنا معايا بكالوريوس أي حاجة الشهادة هل معناها أني بغضب عمل حاجة؟ خالص طيب إزاي بقى أتحول من شخص معايا شهادة ومحتار بالسي في بتاعي وما بتقبلش دقاء دي حاجة كل الناس ما جرباها إيه لشخص بيسوق مهاراته إيه المهارات اللي ممكن الناس تتعلمها فتزاود بيها دخلها بسرعة وبسهولة يعني يعني حضرتك دلوقتي معظم الناس بتركز في الكلية مش غلط أنك تركز في الكلية بس يلسل تبقى فاهم أنه ما زالت في كل العالم مش في مصر بس فيه فجوة ما بين التعليم الجامعي وما بين متطلبات السوق وارد أن أنا بقى خارج كلية حقوق واشتغل مثلا محاسب ما فيش مشكلة خالص هي القصة الشطارة فيه أنه أول حاجة أنا أشوف إمكانياته إيه يعني مش هندخل في تفاصيل فنية على قصة الفصل أيمن وفصل أيسا بس أنا شاطر في الأرقام وأنا شاطر ولا أنا لا مش حتيتي الأرقام حتيتي حاجة تانية فأنا لازم أقيم إمكانياتي كويس وبناء على كده أشوف إيه الوظائف اللي ممكن تتناسب مع إمكانياتي وخصوصا لو أنا عندي حتة ميل لطيف ليها عشان ما بقاش باشتغل حاجة أنا مش حاببها وابتدي بقى أشوف يعني هقول لحيك مثال بسيط جدا هو ناس كتيرة جدا بتفشل فيه المقابلة الشخصية ليه عشان أحد الحاجات الأساسية اللي معظم الشركات بتدور عليها أنه الشخص يكون بيعرف يشتغل تحت ضغط ده احنا بنتضيق من هدي